جزاكم الله خير وأحسن إليكم تسأل شيخ صالح مع من يسأل عن حكم مصافحة المرأة الرجل غير المحرم برغم أنها ترتدي القفازة هذه المسألة تكرر السؤال عنها والإجابة عنها في كثير من حلقات هذا البرنامج وكأنها عادة مستثحلة في بعض الأقطار وفي بعض البلاد وهي عادة محرمة يجب تركها ولا يجوز للرجل أن يصافح امرأة ليست من محارمه لما في ذلك من الفتنة حتى ولو كان من وراء حايل من وراء القفازين ومن وراء الثوب هذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء ولم يكن يبايع النساء إلا بالكلام لا بالمصافحة وما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة